اهلا بكم في الجزء الثاني من حوار القاهرة عادت مصر بنشاط مكثف على مستوى عال إلى أروقة الاتحاد الافريقي بعد فترة من القفاء بدأت بتعليق عضويتها في الاتحاد فور اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو التي اعتبرتها أطراف أفريقية انقلابا قبل أن تتراجع عن موقفها وتلغي قرار تعليق عضوية مصر ذات الدور البارز في ملفات الأمن والسلم خاصة مكافحة الإرهاب كما تتحمل مسؤولية كبرى في حل الأزمة الليبية وبعيدا عن هذه الملفات الطارئة ترتبط مصر بالقارة السمراء مائيا عبر نهر النيل الذي يشهد ملفه توترا بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي فإلى أين وصلت العلاقة بين مصر وإفريقيا؟ وهل من السهل طي صفحة الماضي وفتح صفحة أخرى جديدة؟ وكيف يمكن تحقيق التكامل بين الأجهزة المصرية الرسمية وفي مقدمتها وزارة الخارجية وباقي الهيئات سواء الرسمية أو الشعبية للقيام بدور متكامل في القارة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفية في الأستوديو وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام ومنسق الدبلوماسية الشعبية في إفريقيا الأستاذ والبرلماني السابق الأستاذ مصطفى الجندي مرحبا بضيفية الكريمين أبدأ معك دكتور محمد إلى أين وصلت الآن العلاقات بين مصر والدول الأفريقية الأخرى؟ بعد هذا الزخم الذي صاحب الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشاركته في القمة الأفريقية وطبعا العلاقة المصرية الأفريقية علاقة أصيلة وفيه روابط عديدة بيننا وبين دول الأفريقية وأدوار مصر الرئيسية سواء كان في التحرر الأفريقية أو في التنمية فده الحقيقة لا يمكن إنكرها أو تجاهلها إنما بعد حكم الإخوان وبعد صورة يونيا وغيرت النظام وبعد اتخاذ بعض دول الاتحاد الأفريقي مواقف اعتبار أن هذا انقلاب وتجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي الأمور ده الحقيقة أثرت كثيرا حتى على مشاعر المصريين على أساس أنهم المؤسسين للاتحاد الأفريقي في أدس أبابا فمع الامبراطور هلاسلاسي في ذلك الوقت ولكن الحقيقة بعد تولي سيادة الرئيس السيسي وبعد رجوع مصر إلى الاتحاد الأفريقي عانت المياه المجريهة وقامت مصر بأدوارها الفعالة والحقيقة مصر بدأت بداية قوية لغاية خلال الزيارات الثنائية سواء الدموماسية المصرية ووزارة الخارجية أو سيادة الرئيس وتوجده حتى في العديد من الدول التي لم يكن بينها علاقات قوية زغنية للسوائية وبعض الدول الأخرى والعلاقات المصرية الأثيوبية ابتلت أنها تتعسن في ظل تولي الرئيس السيسي وحصن استقبال الوفد الأثيوبي أثناء تنصيب السيادة الرئيس في الاحتفال التنصيب وبعد وفد الدول المصرية الشعبية وبعدين نيافة الباتريارك الأثيوبي فالأمور دي كلها الحقيقة بتحسن علاقات وبتزود الثقات ولكن بالنسبة للملف سد النهضة الحقيقة فنحن محلك سر طيب نحن نرجع للملف سد النهضة لكن أريد أن نذهب لأستاذ مصطفى الجندي أيام عبد الناصر كان في مقولة لوزير الخارجية الأمريكي دالس عندما قال أن أمريكا لن تستطيع اختراق أفريقيا إلا بعد إقصاء عبد الناصر أو اغتياله لماذا تراجع هذا الطموح تدهورت علاقة مصر بدول الأفريقية في الفترة الماضية أولا بسم الله الرحمن الرحيم الأول يجب أن نرى الأفارقة يرى مصر كيف الأفارقة يرى في مصر حديثا عبد الناصر من ساعد الأفارقة على التحرر من الاستعمار والتحرر من الاستغنال والتحرر من إنجلترا وفرنسا وبرجيكا وساعدهم كانوا بيجوا هنا بيتدربوا كانوا بيجوا هنا بفتح لهم بيته كان فيه علاقة أدت ووصلت هذا كان مبني على إيمان عبد الناصر بأفريقيا إيمان عبد الناصر بأن أفريقيا هي دائرة مهمة زي الدائرة العربية بالنسبة لمصر جزرنا في أفريقيا قوت عبد الناصر كانت في شعبية عبد الناصر داخل أفريقيا الناس بتتكلم على نقطة أثيوبيا وسد النهضة وما يحدث بالمناسبة الاتفاقية التاريخية اللي إحنا مصر متمسكة بيها بعد ثورة وفي وجود عبد الناصر كانت تنزانيا رفضاها كانت في دول رفضاها لكن ما كانتش قادرة ليه؟ لأن كانت مصر عندها شعبيتها داخل أفريقيا الأصوات بتاعت أفريقيا كانت مع مصر ده زمان أنت لسه راجع من أفريقيا مبارح أنت في أغندا مش كده؟ كيف تنظر على الأقل لأغندا الآن إلى مصر؟ أغندا بتنظر نظرة جيدة جدا لمصر الآن خلينا نبص مين بيحكم أغندا؟ اللي بيحكم أغندا رجل اسمه يوري موسيفين هذا الرجل ناصري حتى النخاع ناصري بيحكم أغندا يرى في مصر مثل وقيادة حزن بعد عبد الناصر لأن تراجع دور مصر وهو يرى أن تراجع دور مصر في أفريقيا يؤدي إلى تراجع أفريقيا ذاتها لأن مصر تمتلك كما يقول دائما التكنولوجيا الرخيصة التي يستطيع الأفريقي أن يشتريها وتغير حياته إذن هو رجل ناصري لما شاف صورة 30 طلعت وحطت صورة السيسي جنب صورة عبد الناصر تفاءل خيرا لما التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا كنت في لقاء معه في هذه الزيارة مرتين هذا الرجل يرى في السيسي رجل أنقذ ليس فقط مصر من هذا التنظيم الدولي ولكن أنقذ أفريقيا بأن أنت شايف بوكو حرام وشايف التطورات الموجودة في أفريقيا في نفس الوقت أنا أريد أن أرجع لك أستاذ مصطفى في مسألة كيف ستنعكس هذه الروح الإيجابية لدى رئيس أغندا على العلاقات لا دا تفرق كثير بس اسمح لي الدكتور محمد نصر الدين علام توقف عند مسألة أن ملف سد النهضة محلك سر لماذا؟ هو الحقيقة الذي يعود لمواطلات أثيوبية واستراتيجية أثيوبية واضحة وهي الحقيقة نكحة جدا في تنفيذها في ظل تخبط حكومي على مدى الأربع سنوات الماضية يعني بناء على الدموماسية الشعبية وفد الدموماسية الشعبية وزيارة رئيس الوزراء المصري ثم زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية اللجنة ثلاثية دي تضم خبراء محليين وبعض الخبراء الدوليين لدراسة إيه بقى؟ وده الحقيقة العيب الكبير لدراسة وتقييم الدراسات الأثيوبية للسد وبعد كده وأحب بنوض هذا الأمر فقط وبدون توصيات يعني نشوف الدراسات دي صالحة ولا لأ تاني حاجة أن اللجنة أقرت أن السد تحت الإنشاء رغم أن ما كانت تحط طوبة واحدة من هذا السد استمرت هذه اللجنة لغاية تحت 30 مايو 2013 وانتهت نهاية غريبة جدا أن جميع الدراسات الأثيوبية لا تصلح وكان السد ماشيين في بنائه والحقيقة تم تحويل المجرى بعد أيام قليلة من إصدار التقرير ثم الاجتماع الهزلي اللي احنا شفناه أيام حكم الإخوان واللي أدى إلى أساءة العلاقات وتوقف البحثات بعد صورة يونيا الحقيقة لم نستفاد ونستوعب الدرس تابعنا نفس اللجنة الثلاثية المهدرة للوقت يعني ضيعت سنتين في مراجع الدراسات تبايل أنها لا تصلح وبعدين قعدوا في اجتماعات عشان يشوفوا إزاي يستكملوا هذه الدراسات والسد جاري بنائه فشلت هذه المباحثات لغاية انتخاب السيد الرئيس السيسي ثم جاء وزير الرئيس جديد ثم وتم وضع خريط الطريق لإنهاء هذه الدراسات والتوافق حول نتائجها ثم بداية التفاوض في خلال ستة شهور خلص خمس شهور وشوية ولم حتى يتم اختيار المكتب الاستشاري اللي يقوم بهذه الدراسات والدراسات متوقفة تماما على من تقع المسؤولية يا دكتور؟ طبعا المماطلة الأثيوبية مع دعم سوداني أنا في رأيي الحقيقة ما عدا موجود رؤية واضحة سياسية للجانب المصري والمطالبة بيها يعني الرئيس حط مبدأ عام اللي هي المياه للحياة في مصر والمياه للتنمية في أثيوبيا أو دول حض الديل بصفة عامة ولكن هذا الأمر كمبدأ لا يصلح لوحده بدون ما نحدد بالضبط احنا عايزين ايه من أثيوبيا نتفاوض عليه نعم احنا عايزين نقلل ساعة سد النهضة احنا عايزين نتفع على سياس التسغيل نتفع على سياس التخزين لكن الحقيقة أثيوبيا برضو ردودها لا نعترف بحصة مصر المائية ولكن مش هنعمل إضرار إذا كنت بتعذفش بالحصة هتضرينها ومش هتضرينها إزاي ده يخلينا نروح لأستاذ مصطفى الدول التي على شاكلة أغندا ورئيسها كما تقول هل تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا في الحفاظ على حقوق مصر المائية طبعا لأن دي دول حوض الديل أثيوبيا لما حبت تعمل السد بتاعها راحت عن تيبي عملت اتفاقية في عن تيبي عشان تعمل بايباس لإيه للاتفاقية التاريخية أو يبقى عندها غطاء سياسي ليه راحت عن تيبي لأن الأصوات الكثيرة هناك عدد الأصوات الموجودة هناك كثيرة الدول الموجودة إذن هي راحت هناك وعملت الاتفاقية هناك وجمعت الناس هناك إحنا لما رحنا واتكلمنا على اللجنة السلسية اللي بيكلم عليها سيادة الوزير كانت مرفوضة لمصر ومصر كانت طلبها قبل كده ولكن كانوا بيقولوا لما تمضي اتفاقية عن تيبي يبقى لكي حق الرؤية على السد أو الرسومات أو أي شيء كلامنا وده كان كلامي أنا شخصيا مع الراحل الزناوي ولكن في وجود وزير خارجيته اللي هو النهاردة رئيس الوزراء هذا الكلام كان واضح إحنا ما بنفهمش إحنا كشعوب وناس بجلاليب أنا اللي يهمني المياه في الترعة إن أنا ما عطش ولا زرعتي تموت إحنا حسن مبارك بيقولنا إن السد ده هيعطشنا وإنت بتقول إن السد ده مش هيعطشنا ولا هي يلمس حصتنا اللي هي أصلا مش مكافية فخلونا نعمل لجنة ثلاثية تحكم ما بينك وما بين مبارك والرجل وافق على هذه اللجنة ثلاثية على أساس إيه إنها تحكم السد ده هيعطش مصر ولا لا هنا تيجي المشكلة المشكلة طيب حصتك السد مش هيأثر على حصة مصر بس إحنا مختلفين على الحصة إذن هنا المشكلة السكة اللي هي بلا رجعة اللي هما ماشيين فيها والسد بيتبيني إذن ليه بقى أغندا؟ أقول السيادة النهاردة أنا عندي نقطتين مهمين جدا لو ياريت تديني وقت ما قال مش هيألة أنا ما عنديش وقت بس بسرعة نحن نتكلم في حياتنا نقطة واحد إحنا بنقول الحصة بتاعتنا دي في اتفاقية تاريخية وبيقول اتفاقية استعمارية حقوق تاريخية حقوق استعمارية خلينا نبدل حقوق تاريخية بحق الإنسان في الحياة حق الإنسان في الحياة ألف متر مواطن في السنة ده حد الفقر المائي في تسعين مليون مواطن يعني تسعين مليار متر يعني أنا محتاج تسعين مليار حق المواطن في الحياة خمس لمبات في البيت ينوروا له على تلاجة على غسلة على حياة موجودة ده مش موجود عند كل دول حوض النيل لسه شغالين بالفحب لسه شغالين بلمة الجاز إذن أحول كلمة الحق التاريخي إلى حق الحياة لنا كلنا نمر اتنين الفيتو مشكلة مصر مع هذه الدول حتة أن مصر لها حق اللي يعتراض على أي مشروع طبعا نحول الفيتو ده بدل ما يكون لمصر لوحدها يبقى المصر كدولة المصاب الوحيدة طرف دولي لإدارة المياه وطرف منهم هم دوار على مدار السنة ونخلق بعدك لو خلقنا هذه النقطة هنا بقى درعض مع أسيوبيا وانا معايا ست سبع دول وله هذا السهل في ملف مهم اللي هو ملف المياه طبعا بس في ملفات أخرى سؤالي للدكتور محمد يعني ملف مكافحة الإرهاب وفيه طبعا دول أفريقية عديدة تعاني من الإرهاب زي نيجيريا مثلا بوكو حرام هناك هل ممكن يحدث نقاط التقاء بين مصر وهذه الدول بحيث تعزز عودة مصر إلى أفريقيا لا طبعا في محاور كثيرة وأقول مكافحة الإرهاب أحد المحاور الرئاسية لو نعرف اللي يحصل في الصومال وهذا تهديد مباشر لأثيوبيا وفي نفس الوقت الأوضاع ما بينها وبين إريتريا وده برضو مصر علاقة طيبة بالطرفين الوضع في جنوب السودان والقلقة دي كلها بتأسر على الأثيوبي الوضع في شمال السودان الوضع في أغندا طبعا مصر الحقيقة ومصر دولة كبرى عندها مصادر السلاح وعندها مصانع وعندها مصانع أدوية وتقدر الحقيقة أن يكون العلاقات لأن أفريقيا الحقيقة هي نافذة لاستقبال حتى موظم منتجات الصناعية المصرية هل هناك إرادة سياسية للعودة إلى أفريقيا؟ لا ده واضح أكيد يعني أنا لسوء اللي فات تابعت الزيارة اللي قام بها الرئيس الوزراء التركي رجل طيب أردوغان إلى الصومال مع زوجته حتى لا والصومال 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 طبعا لا تركيا ليها تولد قوي جدا في الصومال على فكرة وليها دور كبير جدا محوري في ظل غياب مصري شديد أنا شايف الحقيقة أن السيد الرئيس السيسي توجهه السياسي بفكرني بتوجهها عبد الناصر أن أفريقيا هي النفيذة الحقيقة للتنمية ولكن عندنا عوائق رئيسية الحقيقة ومحددات أعتقد نتيجة تدخلات خارجية أن أنت وقف لك عند الحدود عندنا مشاكل حقيقة الواضح مع السودان عندنا مشاكل مع أثيوبيا أثيوبيا ومصر دولتان متنافستان ودولتان كبرى في شرق أفريقيا من الصالح الغربي أن الدولتين دول يبقوا منفسها دائمة ولكن من الصالح الأفريقي أن الدولتين دولت تتقرب وأنا شايف أن فيه حلول كثيرة جدا لو فيه تم تحكيم العقل ما بين الدولتين يقدر الحقيقة حق المصالح المشتركة ويقدر يجنبهما أي نوع من النزاع المستقبلي سيد مصطفى هناك عبء كبير على مصر بعد 30 يونيو في إصلاح العلاقات التي فسدت في العهود الماضية في عهد مبارك وعهد مرسي مع أفريقيا هل استطاعت مصر أن تقدم شيئا ملموسا من أجل هذا الهدف طبعا بكل مقهيس أفريقيا محتاجة مصر زي ما مصر محتاجة أفريقيا أفريقيا محتاجة مصر زي ما أنا قلت في الأول مصر عندها affordable technology زي ما بيقولوا التكنولوجيا الرخيصة اللي ممكن تصل للناس دي واحد اتنين مصر تاريخيا مع أفريقيا لها مواقف كثيرة يعني حتى الآن مفيش دولة في أفريقيا مفيش شارع اسمه شارع عبد الناصر مفيش دولة فيك يا أفريقيا نمر اتنين أنا فاكر كويس قوي الرئيس موسيفني لما تكلم على ملف المياه وأنا بقول قال هذا الملف ليس ملف وزراء ولكنه ملف رؤساء لأن الرؤساء يتحملوا مسؤولية قرارات كبرى الوزير عنده حدود لا يستطيع الخروج عنها هنا لو جاء الرئيس السيسي واكتمع بإخوانه الأفارقة فزي ما كان عبد الناصر بيعمل بأكتر من زعيم في نفس الوقت ويجتمعوا ويعملوا من أجل أفريقيا ويمكن هذا اللي حصل في الفترة اللي فاتت بوكو حرام واللي بيحصل للمنطقة الغربية كلها خلي بالك يا ما بقيتش بس نيجيريا هي ابتدت تنتشر النهاردة السومال المنطقة الشرقية النهاردة اللي بيحصل في ليبيا اللي بيحصل في غزة في سينة اللي بيحصل هروب الإخوان إلى السودان والخروج من السودان كمنفذ آمن النهاردة الوضع اللي موجود ليس فقط مهدد لمصر ولكن مهدد للمنطقة العربية مهدد للخليج مهدد لأفريقيا مهدد لأوروبا يعني الرئيس سيسي نفسه قال نحن نحارب وإن فشلنا فستنفاجر أوروبا إذن الموقف المصري الحمد لله رب العالمين النهاردة أراد الله أن تعود مصر إلى مكانها الطبيعي التي يحتاجه يحتاجه العرب مصر خلقت لكي تكفل وليس لكي تكون مكفول هل الظروف يا دكتور محمد الآن في عز المعركة ضد الإرهاب كما وصفها الرئيس السيسي النهاردة مهيئة لتقوم مصر بهذا الدور في إفريقيا أم أن معركة الإرهاب ستخصم من هذا الجهد المطلوب والحقيقة في حرب شديدة جدا على مصر وليست حرب الإرهاب فقط من الداخل أو الخارج وفي حرب اقتصادية وفي حرب سياسية وكل دوة عشان يعوق مصر عن النظر الأمام وأول هذه الخطوات المهمة في رأيه الشخصي العودة إلى أفريقيا وحل المشاكل مع الدول المهمة جدا في أفريقيا وأهمهم أثيوبيا حل المشاكل يعني تقديم تنازلات لازم حل وسط لازم حل وسط وحل بعقل مفتوح وحل وأنا أتفق مع الأخ العزيز في مستوى الجندي أنه لازم يكون حل على مستوى الرؤساء لأن هذا الأمر الحقيقي أصعب بكثير من وزارة الرأيه يعني حتى المفروض أن هذه قضية سياسية ليست فنية الحقيقة في رأيه الشخصي فأنا أعتقد أن هناك حل وأعتقد أن هناك حل هل هناك دول تحاول دقة أسفين بين مصر وأثيوبيا أكيد زي مين لا دكتير خالص أقلهم إسرائيل وإسرائيل بيخدم عليها الغرب مين غير تاني إسرائيل وتركيا يعني إيه الهدف من زيارة أردوغان قبل الاتحاد الأفريقي بأيام وإيه الهدف من موجوده في لجنة اتصالات الخاصة بليبيا هو قطر وإيران لا في أمور الحقيقة يعني الأعمى شايفها بصيرة يعني يعني في أمور كثيرة وفيه لقابة كتير ولكن إحنا قدها إن شاء الله ولكن حقيقة لازم الشعب برضو يعي تماما ماذا يحدث داخل مصر وخارج مصر وإيه التحديات الكبرى بتواجهنا وفي نفس وقت الحكومة يكون عندها الشفافية إنها تواعي الشعب بها هذه التحديات عشان ما يبقاش هم يعني ماشيين في سكة وإحنا مش متفاهمين هم ليه بيعملوا كده أنا بشكرك شكرا جزيلا نوزيل الموارد المائية ورية الأسبق الدكتور محمد مصر الدين علام وأشكر ضيفي منصق الدبلوماسية الشعبية في أفريقيا لأساد مصطفى الجندي شكرا جزيلا لكم مش بس الشعب المصري شكرا جزيلا وكده تنتهي حلقة اليوم من حوار القاهرة شكرا لكم أعزائي المشاهدين نلتقي يوم السبت المقبل بإذن الله في حلقة جديدة من حوار القاهرة حرب تواجد فيها دولية وإقليمية وقطرية تولى القيادة الآن هم جيل جديد جيل ينتمي إلى جيل العنف بدأوا يخذوا بكلام حسن البنة الذي يحض على القتال أن جماعة الإخوان المسلمين الآن تسير بلا عقل هذه الفوضى المخططة من الخارج ستحدث بعض العمليات العنف من هذه المجموعة تهد الدول ده إعلان حرب هو من يقود الجماعة في الداخل على الأرض وهو جيل عنيف للغاية لم يعد يجرؤ على أسلوب أو نوعية الهجوم زي الفرافر اللي هو الهجوم المباشر جاجات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين هي نفس المرتجاجات الفكرية لمجموعات العنف الموجودة في العالم كلها العلاقات المصرية الأثيوبية ابتلت أنها تتعسن أوروكيا هي دائرة مهمة زي الدائرة العربية بالنسبة لمصر بالنسبة ملف سد النهضة الحقيقة فإحنا محل كسر السد مش هيأثر على حسة مصر بس إحنا مختلفين على الحسة إحنا عايزين إيه من أثيوبية نتفاوض عليه كل دول حوض النيل لسه شغالين بالفحر ترجمة نانسي قنقر